نروح من خلاله على مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي مع زمننا العزيز مرسلنا فروس صلاح عشان نتابع معاه آخر الاستعدادات وكواليس مقبل المباراة فروس صباح الفل عليك وسمعيناك اتفضل صباح الفل عليك يا كريم صباح الفل عليك يا نهواند وصباح الفل علي كابتننا الكبير الدكتور محمود صالح يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي ويوم جديد ومحطة جديدة من محطات النادي الأهلي في رحلة الدوري الممتاز النهاردة بملاقات فريق البنك الأهلي يعني بالمناسبة هي أول مواجهة تاريخية تجمع ما بين النادي الأهلي وفريق البنك الأهلي المباراة اللي هتقام اليوم على استهد المكس بالأسكندرية خلينا نقول لك يا كريم احنا متوجدين في مقر إقامة فريق بعثة فريق النادي الأهلي اللي كان حضر إلى الأسكندرية بالأمس عقب المراني الأخير لفريق النادي الأهلي اللي أدى اللاعبين على استهد مختار التيتش قبل المران كان هناك محاضرة فنية المستر بيتسو موسماني مع اللعبين لشرح بعض الأمور ويعني مشاهدة بعض اللقطات الفيديو والمباراة الأخيرة لفريق البنك الأهلي للوقوف على نقاط القوة والضعف كان عقب محاضرة الفيديو انطلق المران اللي شاهد الكثير من الجوانب الخططية المستر بيتسو موسماني وشاهد عودة عمر السلية عقب المران أعلن مستر بيتسو موسماني عن قائمة بالضم 23 لعب لهذا اللقاء ممثلة في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير خط الدفاع محمد هاني أحمد رمضان بيكهم رمي ربيعة سعد سمير ياسر إبراهيم أيمن أشرف بدر بنون محمود وحيد وعلي معلول خط الوسط أليو ديانج عمر السلية حمد فتحي وأكرم توفيق محمد مجدي أفشا محمود كهربا وليد سليمان طاهر محمد طاير حسين الشحات اتنين في خط الوجوم وولتر أبوليا ومحمد شريف أيضا من النقاط الأمور المهمة يعني التوجه فريق النادل آلي بالأمس إلى الأسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف كان الوصول هنا إلى الأسكندرية في تمام الساعة الثامنة والنصف يعني عقب الوصول تناول اللعبون وجبة العشاء ثم صعد اللعبون إلى الغرف كواليس اليوم بقى النهاردة وتفاصيل الخاصة باليوم يا كريم لعب النادل آلي تناولوا وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة صباحا يعني بعد ربع ساعة هيكون إن شاء الله المحاضرة الفنية الميستر بيتسو موسماني يعني حارس ميستر بيتسو موسماني أو أنه يبدر وقت المحاضرة أنه تكون المحاضرة الفنية قبل موعد الغداء إليه يكون في تمام الساعة الواحدة ثم التحرك والتوجه إلى إستاذ الماكس سيكون في تمام الساعة الثالثة عصرا يعني الإستاذ بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي يعني من 30 ل 40 دي أيضا عايز أطمنك على عودة عمر السلية وعودة محمود وحيد يعني محمود وحيد عقب الإصابة وكان شعر بإجهاد في الإجهاد عضلي بينما عمر السلية بعد إيجاة يعني سبوت سلبية مسحة كورونا الخاصة بعمر السلية وأيضا لعابة النادي الأهلي كما أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة عن سلبية مسحة لعابة النادي الأهلي أيضا الاتحاد المصري كان أعلن عن طاقم تحكيم لهذا اللقاء يعني بيقود طاقم التحكيم في هذا اللقاء محمد سلام حكم الساحة يعاون يوسف البساطي مساعد أول أحمد صلاح مساعد ثاني الحكم الرابع محمد السعداوي اتنين حكام للفيديو عمر الشناوي وصابري إبراهيم خلينا أقولك برضو كريم من النقاط المهمة جدا النهاردة الأول مرة هيظهر فريق النادي الأهلي بالزي الثاني وهو الرداء الأزرق لفريق النادي الأهلي يعني من المقرر أن فريق البنك الأهلي وصحب الملعب في هذا اللقاء هيرتدي الزي الأحمر بينما النادي الأهلي هيكون الظهور الأول لفريق النادي الأهلي بالزي الأزرق تبقى يعني أول ظهور لفريق النادي الأهلي برضو عايز أكلمك على درجة الحرارة هنا في الأسكندرية برضو عشان نطمن كل جماهيرنا وكل جماهير النادي الأهلي ومشاهدة ومتابعي شاشة القناة النادي الأهلي في الوقت اللي أنا بكلمك فيه درجة الحرارة 16 درجة مقاوية من المنتظر والمتوقع أن درجة الحرارة أثناء توقيت المباراة لو هيكون في تمام الساعة الخامسة هيكون درجة مقاوية إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لفهيق النادي الأهلي نوية تجاوز إن شاء الله عقب فريق البنك الأهلي اللي بيقوده طبعا جاز فني بقيادة الكابتن محمد يوسف والكابتن عادل مصطفى اتنين من ابناء النادل اهلي ايضا بيضم بين صفوفه اتنين لعبين معارين من فريق النادل اهلي واللاعب محمد فخري واللاعب شهدي ردوان كابتن محمد يوسف ايضا كان حرس يعني لو يتكلم مع اللاعبين طبعا هو عارف بالنسبة له النادل اهلي كتاب مفتوح والكابتن عادل مصطفى كان لديه كلام مع الكابتن عادل مصطفى قال لي طبعا نحن بنواجه فريق النادر الاهلي أكيد عارفين كل مفاتيح لها بالنادر الاهلي عارفين كل التفاصيل في النادر الاهلي ولكن دائما وأبدا بيبقى النادر الاهلي هو البطل هو المرشح الأول للبطولة احنا بنحفز اللعيبة بنشتغل على العامل النفسي لكن هي مواجهة صعبة جدا لنا طبعا فريق البنك الاهلي بيحتل المركز العاشر برصيد سبع نقاط كان نعب سبع مباريات قدر أنه يفوز في لقاء ويتعادل في أربع لقاءات وتلقى لازيمة في لقاءين بينما النادر الاهلي يغرد على القمة منفردا النادر الاهلي لقى بقى ست لقاءات فاز في خمس لقاءات وتعادل في لقاء وحيد في القمة في الصدارة برصيد ستاشر نقطة إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادر الاهلي إن شاء الله يعود من الأسكندرية بثلاثة نقاط يكونوا مهمين في مشوار الفريق نحو الدرع رقم 42 من جديد أتعود لك الكلمة كريم لنهواند أنا موجود معاكم لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل نحن نشكرك شكرا جزيلا زمين العزيز فروس صلاح مراسل قناة النادي الأهلي المتواجد حاليا في مقر إقامة التريق الأول لقرة القدم في الإسكندرية نشكرك شكرا جزيلا